التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجازو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطوير مستمر وتنصيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وخلال اتصال هاتفي أجره مع العهل الأردنية الملك عبدالله الثاني بن الحسين شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع لطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعمقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أشهد العهل الأردنية بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وبالتنصيق الدائم مع الرئيس السيسي مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطري التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي وشقيقه ملك الأردن حيث تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائية فضلا عن تبادل وجهة النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي إن هناك مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في مناطق عدة بالبلاد لا سيامة في العاصمة كييف ومندين نتيا لا فييف وفنيتسيا وأضف زلنسكي أن هناك عمليات إغلاق واسعة النطاق في العديد من المناطق الأخرى وأعلن الرئيس الأوكراني عن الحاجة إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة من جانبها أوصف مؤسسة المياه الأوكرانية في وقت سابق سكان العاصمة بتخزين المياه للاحتياجات المنزلية والتقنية مع انقطاع الكهرباء الذي يؤدي لوقف محطات الضخة فيما قد تنقطع التدفئة المركزية عن مناطق أوكرانيا نظرا لشح المياه والكهرباء أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول استعادة الموقع المفقود في اتجاه الإيمان وأشرت الهيئة إلى أن القوات الروسية نفذت خمس ضربات صاروخية لفتة إلى تعرض البنية التحتية المدنية في بعض مناطق دونتسك للاستهداف وأضفت الهيئة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم على منطقة أودسا أكدت الخارجيات الروسية أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستأتي بعواقب سلبية كالعقوبات السابقة على الاتحاد الأوروبي وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن مسألة حضر بسي أربع وسائل أعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو انتهاك لحق سكان الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى المعلومات وقالت زخاروفا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي جادا بشأن الأمن الغذائي فعليه اتخاذ خطوات شاملة تنص على رفع كافة التدابير التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توريد الحبوب والأسمدة والمواد الخام أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يونج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية محركا علي الدفع يعمل بالوقود الصلب وصفته وسائل الأعلام رسمية بأنه اختبار هام لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد هذا وأطلقت بيونج يونج موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كافة الأنواع هذا العام منها صاروخ باليستي يعد الأكثر تطورا يحتضن أستاذ لوسال اليوم قمة مثيرة بين فرنسا والأرجنتين في نهاية كأس العالم في قطر وتسعى الديوك الفرنسية للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخهم والحفاظ على لقبهم الذي حققوه في النسخة الماضية في روسيا 2018 ليصبح ثالث منتخب يفوز بلقبين متتاليين للمنديال بعد إيطاليا في نسختي 1934 و 1938 والبرازيل في عامي 1958 و 1962 فيما يطمح رقص التانجو بقيادة ميسي في حصد اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 36 عاما حقق منتخب كرواتيا الميديالي البرونزية بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أستاذ خليفة الدولية في لقاء تحديد المركز الثالث بمنديالي قطر وكان منتخب كرواتيا قد حقق الميديالي البرونزية من قبل في كأس العالم عام 1998 بفرنسا ونجح في تكرارها للمرة الثانية في تاريخه كما نجح رفاق لوكا مودريتش في حصد فضية النسخة السابقة في روسيا هذا ونجح منتخب المغرب في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل